كان لي بعد الفوز النهاردة على زنبيا قال ان البداية امام زنبيا ما كانتش جيدة وكان عندنا بعض الاخطاء في التمرير وخلينا المباراة اسهل عليهم على المنتخب الزنبي وقال ان احنا كنا عارفين ان منتخب زنبيا منتخب قوي وكان يجب ان نصارع لنقدم مباراة جيدة وقال كمان ان المهم بالنسبة لنا هو كان عدم استقبال الاهداف قبل التسجيل قال اقدرنا الكثير من الفرص ولسه عندي امل ان احنا نكسب كمان في مباراة العودة امام زنبيا قال احنا عارفين ان في بعض الامور اللي يجب ان تتحسن في المنتخب وده امر طبيعي وبقول للجمهور ان منتخب مصر هيفضل يقاتل ويبزل اقصى جهد لتحقيق الفوز واسعاد الجماهير تحدث عن محمد صلاح وقال محمد صلاح بالنسبة لمصر قيمة كبيرة في الرياضة وكرة القدم ومعروف في العالم كله بمستوى واخلاقه وقال ان زيارته لمعسكر المنتخب الولمبي كانت جميلة ولها اثر على اللعبين والكل سعيد بيها قال حاجة كمان في الاخر لطيفة جدا قال مين عارف المستقبل اذا تأهل منتخب مصر للولمبيات غالبا هيكون محمد صلاح معنا انا بقول له اكيد هيب محمد صلاح معاكم ان شاء الله طيب